كما وعدتكم في الفيديو السابق عن إعلان سلسلة فيديوهات تشرح عن برنامج TripleMars وكيفية العمل عليه بطريقة صحيحة هذا هو الفيديو الأول من السلسلة هيا بننتقل لشاشة الحسوب ونبدأ العمل على برنامج TripleMars بطريقة صحيحة في هذا الفيديو سنتعلم كيف نسجل على موقع TripleMars أو برنامج TripleMars لكي نبدأ مشروعنا بطريقة صحيحة فأولا ندخل لموقع TripleMars.com كما مبين هنا ومن ثم نضغط على Start Your Free Trail مهم جدا أن تدخلوا من الرابط المبين تحت الفيديو أو في وصف الفيديو لكي نتابع تقدم برنامجكم ولكي أي مشكلة تحصل في الحساب يمكننا معالجتها بأسرع وقت ممكن فسأضغط على Start Your Free Trail من ثم هنا ندخل الإيميل الخاص بنا ندخل الإيميل الخاص بنا ونضغط على Let's Go المبين هنا سأضغط على Let's Go نتبهوا المرحلة التالية سيبعث لي إيميلنا الخاص هناك سيبعث رسالة من هناك سيتأكد أن الإيميل حقا في حافزتنا سأدخلوا للإيميل الخاص بي نتبهوا كمبين هنا Verification Required for Triple Mars Service سأضغط عليها وسأضغط على الرابط المبين هنا في الرسالة الرابط هنا سأضغط عليه وهنا سأعرف ال Password كلمة السر لحسابي في Triple Mars عرفته كلمة سر وأضغط على Submit وفي هذه المرحلة سنعرف كلمة السر لحسابنا في Triple Mars مهم جدا أن نعرف كلمة واحدة أن تكون Capital Letter والباكي Small Letter وهنا سأعرف كلمة سر أيضا هنا سأكتبها مرة أخرى وأضغط على Submit هنا طبعا ستكون رسالة ترحيب Welcome to Triple Mars سأضغط على Let's Go وهنا في المرحلة الأولى سنعرف ما هي مدى خبرتنا في مجال ال Dropshipping الإمكانية الأولى Not Very Far أي أنني غير مختص كثيرا الإجابة الثانية أنني أدير أكثر من ألف منتج وهنا أكثر من ألف منتج فلنفترض سأعرف هذه الإمكانية وأضغط على Next هذا مجرد حساب تجريبي هنا علينا ربط حساب الإيبي الخاص بنا فانتبهوا عليكم أولا الدخول لحسابكم في موقع إيبي من ثم تضغطون على Connect Account هنا سأضغط على Connect Account سينكلنا طبعا لموقع الإيبي ندخل تفاصيل الحساب الخاص بنا على موقع إيبي سأضغط هنا على Sign In وهنا ستكون هذه الرسالة أنني موافق لربط برنامج Triple Mars لحسابي على موقع إيبي سأضغط على I Agree وانتبهوا هكذا ربطنا حسابنا الإيبي على موقع Triple Mars من ثم نضغط على Next وهنا علينا ربط حساب البيبال الخاص بنا يمكننا هنا عمل Skip وأن لن أربطه الآن لن أربطه في الحال لأن هذا فقط برنامج تجريبي أو الحساب حساب تجريبي لأريكم كيف يمكنكم التسجيل في البرنامج سأضغط على Skip هنا عليكم تعريف رقم الهاتف الخاص بكم ومن أي دولة أنتم فهنا سأعرف رقم الهاتف الخاص بي وهنا عرفت الدولة الخاصة بي ومن ثم أضغط على Next ونحن الآن في المرحلة الأخيرة في المرحلة الأخيرة يمكنكم نقل جميع صفحات المبيعات التي موجودة في حسابكم ل Triple Mars كيف يمكنكم فعل ذلك لديكم هنا ملف SUV ملف Excel عليكم إدخال جميع التفاصيل لصفحات المبيعات سأشرح لكم في فيديو آخر كيفية فعل ذلك وهنا تعرفون الملف الخاص للإكسل ومن ثم تضغطون على Import هكذا ينتقل جميع صفحات مبيعاتكم الموجودة في إيبي لبرنامج Triple Mars فأنا حاليا سأضغط على Skip أيضا هنا Skip لكل من يريد أن يتعلم أو يعرف كيف يعمل الإمبورت الخاص أي نقل الصفحات من موقع إيبي لبرنامج Triple Mars يمكنه تعلم ذلك من خلال Learning Center أو هنا Learn how to list your item يوجد عدة فيديوهات تعليمية هذا بخصوص إذا أنتم تعملوا من قبل Dropshipping في الحساب وأنتم تعملوا في برنامج معين آخر وتريدون الانتقال لبرنامج Triple Mars فإذا أنتم موجودين في هذه الحالة عليكم أن تتعلموا أو تعرفوا كيف تنكلوا جميع الصفحات الموجودة في حسابكم لبرنامج Triple Mars لكي Triple Mars يبدأ بشكل كامل مراقبة الصفحات الموجودة في حسابكم أما الأشخاص الجدد الذي لا يوجد أي شيء في حسابهم حاليا أي منتجات التي تعمل Dropshipping من أمازون لموقع إيبي فهم غير مجبورين لعمل هذه العملية أو عمل أي شيء في هذه العملية فهنا سأضغط على Skip وهذا هو البرنامج الخاص ل Triple Mars كما نرى أنا الآن موجود في Free Plan وهكذا انتهينا من التسجيل فعند الانتهاء من التسجيل في Triple Mars سندخل للصفحة الرئيسية المبينة هنا من ثم نضغط على العجل المبين هنا لإعدادات الحساب الخاصة بنا سأضغط عليها وهنا طبعا علينا أن نضحص أنه مبين هنا Source Market أي المصدر الذي نعمل منه Dropshipping أو المورد الذي نعمل منه Dropshipping هو أمازون والDistination Marketplace هو E-B-USA هذا هو الموقع الذي نعمل منه Dropshipping من هنا أيضا نرى الأكاونت يمكننا ربط عدة حسابات أو عدة متاجر E-B-E على برنامج Triple Mars وبالبند التالي هنا علينا تعريف Business Policy أي وثائق العمل في حسابنا على موقع E-B-E عدة وثائق العمل مقسمة لثلاث أقسام يوجد لدينا وثيقة الشحن ووثيقة الدفع ووثيقة الإرجاع Return Policy Payment Policy وشيبينج بوليسي نضغط على New Policy هنا ونعرف طبعا سنكون معرفين وثائق العمل هذه من قبل على موقع E-B-E لكل من لا يعرف أن يطلب مني أن أعمل فيديو وسأعمل فيديو كيف نعرف وثائق العمل عند تعريفها على موقع E-B-E في حسابنا على موقع E-B-E ستكون مبينة هنا فعندما أضغط على Shipping سأرى جميع وثائق الشحن المبينة في حسابي ويمكن تعريف أي وثيقة ملائمة للعمل على موقع أمازون أيضا هنا بخصوص Payment وهنا بخصوص الإرجاع فتعرفون وثائق العمل اللازمة والصحيحة من ثم ننتقل للبند التالي City State و Country طبعا Country سيكون مبين هنا أمريكا USA City State هنا سنعرف الولاية الملائمة وأيضا ال Postal Code الرمز الرقم الرمز الخاص لهذه الولاية مهم جدا أن تعرفوا رقم رمز لأنه شيء إجباري يجبرنا لتعريف البوستال كود الملائم للولاية التي نعمل معها أو التي نشحن منها المنتجات لكل من لا يعرف أي رقم رمز يريد أن يعرفه هنا أن يكتب لي في مجموعة الدعم أو في التعليقات وسأكتب له رقم رمز بريد خاص لأي ولاية سنعرفها هنا تحت هنا الماكسيموم شيبينج تايم هنا السورس ليستينج بريفرنسز هنا ماكسيموم شيبينج تايم ما هي وقت الشحن الأقصى للصفحات المبيعات التي سنعمل منها دروب شيبينج على موقع أمازون هنا سنعرف ثمانية عادة لنا أفضل ثمانية ليس أكثر هنا ماكسيموم كوانتتي إن ستوك هذا البند بخصوص الكمية المعرفة في الصفحة الأمازون لاحظوا أنه في بعض الأحيان على صفحات المبيعات على موقع أمازون سيكون مكتوب طبعا إذا في الصفحة معرف إن ستوك أي أن يوجد ثلاثين قطعة وما فوق من هذا المنتج ولكن إذا أقل من ثلاثين سيبين لنا only لنفترض ثمانية وعشرين إن ستوك فهنا سنعرف أي صفحات سنسمح للمونيتور أن يعمل عليها دروب شيبينج فأنا عادة أفضل أن يكون أربعة إذا الصفحة معرف فيها أقل من أربعة برنامج تلبرمارس سيوقف الصفحة على موقع إيبي حتى ترجع الكمية اللازمة لكي تعمل هذا مجرد حفاظ على سلامة حسابنا لأنه انتبهوا البرنامج التريبل مارس وجميع برامج التلقائية تعمل مسح كل ساعة فممكن خلال هذه الساعة المسح خلال الساعة هذه أن تنفذ الكمية ويباع منتج في نفس الوقت في حسابنا في الإيبي فعندما نريد شرائه لن تكون أي كمية هناك في الصفحة مما يسبب لنا المشاكل لذلك نعرف أربعة لكي نحافظ على سلامة حسابنا ولكي نالو واجه هذه الحالة أننا نريد شراء منتج ولا توجد كمية والمنتج تعرفة كout of stock في أمازون هنا default quantity default quantity to list ما هي الكمية التي تريدون أن تعرف في جميع صفحات المبيعات على موقع إيبي عندما نعمل نسخ لصك على موقع إيبي ما هي الكمية؟ أنا أفضل أن يكون اثنين هنا هذه هي جميع الاعدادات اللازمة والأساسية على موقع triple mars أو البرنامج من ثم ننتقل هنا للuser profile profile settings user profile هنا جميع المعطيات اللازمة لحسابكم هنا نعرف business name اسم الشركة الخاصة بنا first name اسمنا الأول last name اسم العائلة street address هنا نعرف اسم الشارع أو رقم الشارع الذي نعيش به هنا city المدينة state الولاية طبعا إذا لا تعيشون في ولاية لا تعرفوا أي شيء هنا zip code الرقم الخاص للبلدة التي تعيشون بها والcountry الدولة والphone number رقم هاتفكم هكذا تعرفون جميع المعطيات هنا في subscription كما نرى أنا لم أشترك في أي شيء هنا لأنه مجرد حساب تجريبي فكما نرى علينا الضغط على paypal check out لكي نشترك طبعا يوجد لدينا free plan تعطينا 100 صفحة مجانا نعمل على 100 صفحة من خلال برنامج triple mars مجانا لكل من يريد صفحات مبيعات أكثر من 100 عليه الاشتراك في البلان في عدة رزم دفع التي موجودة في triple mars هنا system preferences notifications هنا بخصوص الإشعارات أي إشعار تريدون أن يرسلكم لإيميلكم فيمكنكم من خلال الهاتف أو الإيميل أو الطب بار أي مربع notification الموجود في خروم هنا تعرفونهم كما يحلو لكم pricing هنا علينا تعريف break even والprofit فعادة هنا تعرفون في break even عادة 21% والprofit يمكنكم تعريفه بنسبة معينة أو في دولار معين في مبلغ معين فهذا يرجع إليكم ما هي نسبة الربح التي تريدونها على حسابكم listing هنا لقد شرحته عن listing هذا المبين هنا في المرحلة الأولى orders هنا يمكنكم تحديد المبلغ الذي تريدون أن triple mars أن يعالجه تلقائيا فإذا هنا عرفت 300 دولار أي بيع أو أي صفقة تتم في حساب الإيبي مبلغه أكثر من 300 دولار triple mars لن يعالج الصفقة وإنما سينتظر مني حتى أوافق على معالجة هذه الصفقة أما بخصوص البند الثاني negative profit limit هنا يمكننا التحديد للتربل مارس أن لا يبيع أي منتج الذي سيكون معرف به مبلغ خسارة معينة negative profit أي خسارة لا يوجد ربح فهنا نفترض أي شيء أقل من 1 دولار لا أريد أن أبيعه فهذه هي المعطيات هنا تحدد المبلغ الأقصى الذي تريدون triple mars أن يعالجه لأن برنامج triple mars يعالج المبيعات بطريقة القائية وليس بشكل يدوي وهنا negative profit ما هو المبلغ الذي لا تسمح أن تبيعوا منتجاتكم به أي من 1 دولار أقل من 1 دولار هنا البلانس عليكم هنا تعريف البلانس هنا انتبه you must make a balance dispute before enabling auto reload هنا علينا تعريف بلانس هنا علينا أن نشحن حساب triple mars بمبلغ معين لكي يعالج الصفقات تلقائيا سأشرح عن البلانس في الفيديوهات القادمة فهنا لا نعرف auto reload بلانس حاليا سأنتقل البند التالي سأغلق مند السيستم preferences وسأضغط على connection management في connection management عندما أضغط على connect سأرى الحسابات المربوطة في triple mars حسابات ال-EB متاجر ال-EB الخاصة به فكما نرى هنا يوجد الحساب الأول هذا فقط حساب تجريبي كما ذكرت فهنا نرى الحسابات يمكن ربط عدة حسابات E-B على حساب triple mars واحد سأضغط على cancel وهكذا عملنا الإعدادات الأولية للحساب هيا بنا ننتقل للفيديو التالي ونتعرف على جميع الروابط الموجودة في الصفحة الرئيسية في القسم الثاني من السلسلة سنتعلم كيف نعلن منتجات من خلال برنامج triple mars وكيف نعمل إدارة كاملة للصفحات المعلنة في متاجرنا على موقع eBay من خلال برنامج triple mars الفيديو سيعلن خلال الأيام القريبة لذا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة سلسلة الفيديوهات الخاصة لتريب المارس وفيديوهات أخرى تتعلق بربح المال من خلال مجال التجارة الإلكترونية سأراكم قريبا وبالنجاح للجميع